اشتركوا في القناة تحدثنا في الحلقة الماضية عن العمل الصالح ومفهومه واركانه في الاسلام وقلنا ان الاسلام يعتبر كل ما يقوم به المرء انقصد به وجه الله تعالى ومرضاته من عبادات واعمال دنيوية عملا صالحا يثاب عليه وقد شرع الاسلام للناس احكاما وحدودا فاباح لهم امورا وحرم عليهم اخرى مما يتصل بحياتهم واخراهم واباح لهم في الوقت نفسه اعمال العقل والاجتهاد للخروج بالاحكام المناسبة لما يستجد في حياتهم من قضايا شريطة المحافظة على ثوابت واركان العقيدة من هنا فما هو مفهوم التحريم في الاسلام وما هي المساحة التي تركها الشارع الحكيم لحركة العقل بين التحليل والتحريم وكيف نرد على تلك الفئة الضالة المغرضة التي تدعي ان التحريم او ذهنية التحريم على حد وصفها هي احد اسباب تخلف المسلمين وتأخرهم في ميادين العلوم والابداع على مختلف مجالاتها في الوقت الراهن انطلاقا من هذه التوطئة للموضوع سنحاول في حلقة اليوم ان نعرض لموقف الاسلام الذي حرم المسكرات والمخدرات وكل ما يلغي دور العقل مما نتناوله من طعام او شراب فكيف اذا جاء تحريم الخمر في الاسلام ولماذا جاء متدرجا وما هو موقف الاسلام من بعض القضايا التي استجدت في عصور لاحقة مثل التدخين بمختلف اشكاله لاستجلاء كل هذه المسائل اسمحوا لي ان ارحب بفضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي الذي له باع طويل في مجال الافتاء حول مثل هذه الامور اهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ اهلا بكم استردحم الى هذا اللقاء المتجدد بإذن الله كما ذكرنا في المقدمة الحقيقة ان قضية تحريم الخمر كلنا اعلم بها جاءت متدرجة في الاسلام ولكن العصر الحالي شهد في الآونة الاخيرة قضايا جديدة كالتدخين الذي لم يكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام موجودا فهل لا بدأنا من هذه الناحية نوضح للسادة المشاهدين موقف الاسلام من هذه القضايا التي وردتنا الحقيقة عشرات الرسائل والفاكسات عنها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن التبعه ده قبل ان نتحدث عن مسألة الخمر والمسكرات وغيرها اريد ان اشير الى قضية شرت اليها في مقدمتك خحمة وهي قضية التحرين في الاسلام يعني الاسلام يعمل على تضييق دائرة المحرمات نعم من المبادئ الاساسية في مسائل التحليل والتحريم ان الاسلام اولا جعل التحليل والتحريم حق الله وحده نعم ليس من حق الناس ان يحللوا او يحرموا تحريم الديني الابدي هذا من حق الله نعم لان العرب في جاهليتهم حرموا اشياء كثيرة احلوا اشياء منكرات مثل قتل الاولاد او يعني من اجل الرزق او قتل البنات واذا الموؤودة سئلت باي ذنب قتلت وحرموا ما رزقهم الله من بهيمة الانعام ولذلك القرآن يقول وهذا ما يقوله سيدنا عبدالله بن عباس من اراد ان يعرف جهالة العرب في جاهليه فليقرأ قول الله تعالى قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين فالقرآن جاء هنا وقال يعني ان الله هو من حقه الذي ان يحرم قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فاجعلتم منه حراما وحلالا قل اه الله اذن لكم ام على الله تفترون حرموا بكفكم وبأهوائكم حرموا السائبة والوصيلة والحامي واجعلوا اشياء وهذه محرمة على ازوجنا وحلال لاناثنا وهذه كذا من الزروع والحرث والانعام وجعلوا اشياء لله يعني يأكلوا ويأخذوا منها مشاء واشياء لاصلمهم لا يصلوا اليها احد ولا يستبيحوا احد فخلطوا في مسائل التحليل والتحرم فجاء القرآن ومنع الناس ان يحرموا ولما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في سورة التوبة قول الله تعالى عن اهل الكتاب من اليهود والنصارى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون ودخل عدي بن حاتم وكان نصرانيا في الجاهلية فسمع النبي يقرأ هذه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله قال يا رسول الله ما كنا نعبدهم يعني لم نكن نصلي لهم او نصوم لهم او نسل فقال الم يكونوا يحلون لكم الحرام فتحلوه ويحرمون عليكم الحلال فتحرموه قال بلى قال فتلك عبدتكم اياه اتخذتهم اربابا يشرعون لكم في التحليل والتحريم فكان هذا من الامور الاساسية التي جاء بها الاسلام انتزع من ايد البشر حق التحليل والتحريم واجعله لله وحده فهذا من ناحية اخرى انه ضيق في دائرة التحريم ولذلك لا حرام الا ما جاء به نص صحيح صريح صحيح السبوت صريح الدلالة ومع على ذلك فكل شيء حلال ولذلك لا تقول ما الحلال عديد لي الاشياء التي ابحها الاسلام وحلال ما استحيه نعم اقول لي ايه المحرمات لان المحرمات محدودة يعني فمن قبل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما احل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عف فاقبلوا من الله عافيته فان الله لم يكن لينسى شيئا ثم تلا وما كان ربك نسيا ففيه الحلال حلال والحرام حرام وما سكت عنه فهو عف هذه سمتها في كتابي السعى والمرونة في الشعوامل السعى والمرونة في الشراء الإسلامية دائرة العف او منطقة العف التي لم يأتي فيها نص منطقة فراغ من الأوامر والنواه ومن التشريع تركها الله لعقولنا منطقة العف فالله بيق دائرة المحرمات وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبو القص إن من أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته يعني هو ظل وراء العملاء الحد ما تسكت يا أخي نسيب الأمور ربنا يريد يقول يا أيها الذي أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوءكم ونزيك نوع السلام يقول إنما هلك من كان قبلكم بكثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم ذروني ما تركتكم خلاص ما تعد ستبحث لحد ما تضيق على نفسي تضييق دائرة المحرمات وزيك أنا أليك ذا يسمى الحلال والحرام بعض الإخوة المتشددين بقولوا دا أنت الأصول تسمي كتابك ده الحلال والحلال في الإسلام ليه لأنه يعني أنت ضيقت دائرة المحرمات لست أنا الذي ضيق ده هو صاحب الشريعة هو الذي ضيق دائرة المحرمات إن تعملوا كتاب سموه الحرام والحرام في الإسلام لأنك لا تريدون أن تحلوا شيئا للناس فهذا تضييق دائرة ثم فيه قاعدة تارثة مهمة جدا إنه التحريم في الإسلام يتبع الخبث والضرر من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في كتب الأقدمين في التوراة والإنجيل كتب أهل الكتاب من أوصافه الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه يحل لهم كل طيب كل ما تستطيبه الأنفس والفطر السليمة وكل ما تستخبثه الفطر والعقول السليمة حرام كل ما تستطيبه الأنفس حلال وكل ما تستخبثه حرام الخبيث لا يحرم الله إلا خبيثا أي ضارا قدرا فكان عند اليهود ربنا حرم عليهم بعض الطيبات عقوبة لهم كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقدنه عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل فإنما نحن ربنا لم يعاقبنا بهذا بالعكس رجاء الرسول يحل الطيبات ويحرم الخبال لا يمكن أن يحرم الله على الناس شيئا نافعا لهم أو شيئا يحتاجون إليه في حياتهم بالعكس حتى لو هناك شيء اضطر الناس إليه يبيحه الإسلام بحكم الضرورة الضرورات تبيح المحظورات فلا يمكن أن يحل الله شيئا ضارا أو خبيثا ولا يمكن أن يحرم شيئا نافعا للناس ممكن أننا قد لا نفهم في فترة من الفترات لماذا حرم هذا الشيء إنما قطعا لا يحرم الله إلا الخبيث فهذه الذين يزعمون ذهنية التحريم اللي بتحرم كل شيء هذه ليست في الإسلام الإسلام لا يحرم كل شيء بالعكس يحرم الخبائث يحرم الضار ما يضر بالعقل ما يضر بالجسم ما يضر بالنفس ما يضر بالصحة ما يضر بالأخلاق ما يضر بالأسرة ما يضر بالاقتصاد ما يضر بالمجتمع ما يضر بالإنسان من حيث هو إنسان يحرمه الإسلام وقد يحرم الشيء ضرره ربما لا يكون ضرر فوري وربما يكون ضرر تدريجي ربما لا يكون ضرر الآن إنما ضرر بعد مدة ربما لا يكون ضرر على الفرد إنما ضرر على الأسرة أو على المجتمع فهو لا يبيح للفرد يستمتع بشهواته لا إنما هذه الشهوات ربما تحطمه في النهاية فهو يحرم عليه اتباع الشهوات فمن أجل هذا نقول الإسلام فيما حرمه حرم كل خبيث وضار وعلى هذا الأساس حرم الخمر لأنها أم الخبائث نعم الخمر أم الخبائث ولا يشك أحد في ضرر الخمر خصوصا في عصرنا لأن عصرنا أثبت أن الخمر ضارة الأقدمون كانوا يركزون على الضرر العقل إنها تسلم الإنسان عقله ربنا كرم الإنسان بالعقل وخاطب فيه عقله ربنا اعتبر أساس التكليف ومناط التكليف هو العقل فمن حرم العقل لا يخاطب بأحكام الله ولا بشرع الله وذلك الصبي لا يخاطب المجنون لا يخاطب فكان الأقدمون يركزون في تحريم الخمر على أنها تلغي العقل ولكن تبين لنا أنه ليس العقل فقط تدمر الجسم تدمر صحة الإنسان تسبب له أمراضا خطيرة في حياته فهي تدمر العقل وتدمر الجسم والصحة وتدمر الأخلاق كيان الإنسان شعور بالمسؤولية الإنسان المدمن ده هل هو إنسان يشعر بالمسؤولية ترى بعض هؤلاء المدمنين أولاده يحتاجون إلى القوت وهو يروح يشرب الخمر ما عنده أي شعور بالمسؤولية أين الأخلاقية تدمر الأسرة لأن تأخذ رب الأسرة من أولاده ومن زوجته ومن أهله وعشان يعيش لمزاجه ولكاسه وطاسه وشهوات نفسه تدمر الاقتصاد يعني أنا قرأت إنه في أمريكا ينفقون 75 مليار دولار في الخمر في شرب الخمر وفي الحوادث التي تنتج من الخمر وفي علاج المدمنين من الخمر وفي علاج الأسر التي يعني يدمن ربها وحوادث السير والمرور التي تقع نتيجة هذا وما يترتب على ذلك من سرطة وقضاء وأشياء هائلة قدرون 75 مليار دولار يعني ميزانيات دول ومن أجل هذا العالم الآن يقاوم المسكرات نحن نعلم إن أمريكا في الثلاثينيات أصدرت تشريعا مجلس الشيوخ هناك أصدرت تشريع بمنع الخمر وتحريمها تحريم صنعها وتحريم الاتجار بها وتداولها وتحريم شربها وتناولها ورصدوا لذلك ملايين الدولارات وجعلوا السرطة تراقب الناس والشواطئ يراقبها الأساطير وأدخلوا الجيش وسودوا من النشرات والإعلانات لتذكريه الناس وتبغضهم في الخمر وبيانا أضررها على الفرد والأسرة والمجتمع ملايين الصفحات أصدرت ومع هذا لم يستطيعوا أن ينجحوا الناس عملوا مصانع سرية وعملوا اتجار سري وتداولوها وبعدين أخيرا وجدوا أنهم أخفقوا في الأمر وأباحوها مرة أخرى الإسلام هو المنهج الوحيد الذي نجح في القضاء على هذه العادة نحن نعلم أن العرب حينما بعث محمد صلى الله عليه وسلم كانوا مولعين بالخمر كانت الخمر جزءا من كيانهم وحياتهم كانت مجالس الخمر يعني مجالس المنادمة والسمر والسار ويعني يجلسوا فيها الكبراء والمسرون والقادرون ولهم شعر في وصفها وفي أقداحها وفي مجالسها وفي ندمائها وسموها أكثر من مئة اسم هي السلافة والمدام والراح والخمر والقهوة وبنت العنقود وبنت الدنان وبنت القرن وآش أشياء ولذلك الإسلام جاء فأخذهم بالمنهج التدريجي لو جاء من أول الأمر وقال لهم الخمر حرام يقولوا الله ما لنا في الإسلام ده اللي حيمنعنا من الخمر إنما القرآن ركز فأول الأمر على العقائد ليغرس في قلوبهم الإيمان يصب في عرقهم الإيمان واليقين بالله وبالدار الآخرة والتوحيد يعني يربيهم على الخلق المتين وبعد بعد مدة نزل قوله تعالى يسأل نكعا الخمر والميسر كل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فامتنع البعض المدام فيها اسم كبير لا داعي لها وشأوا البعض قال لا ولكن لا ما قالش إنها حرام بصراحة وبعدين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكار طيب ممكن إنه يشرب بالليل أو يشرب بعد صلاة الصبح ولسه فيه مسافة إلى الظهر فإلى أن جاءت الآية الحاسمة في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون رجس ومن عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العذاوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فقالوا قد انتهينا يا رب حتى حينما نزلت الآية كان بعض الناس دالس في مجلس الخمر شرب من الكأس بعضا وباقي بعض لم يقل ما قال امرؤ القيس قديما اليوم خمر وغدا أمر نكمل الجلسة والصهرة وبعدين بكرا توب لا أفرغ الكأس انتهينا يا رب ولم يكتفوا بذلك ذهبوا إلى بيوتهم فأخذوا قرب الخمر وأهراقوها في طرقات المدينة خلص تخلصوا منها نجح الإسلام وحده لأنه هنا يا أيها الذين آمنوا وجد الإيمان فنجح الإيمان في القضاء على هذه العادة عادة الإدمان التي أخذت من الناس مأخذها وأصبحت لهم طبيعة ثانية فقالوا قد انتهينا يا رب فحرم الإسلام الخمر وحرم كل ما يساعد عليها أو يؤدي إليها نعم أن فلسفة الإسلام في التحريم أيضا إنه إذا حرم شيئا حاصره من كل جوانبه بحيث لا يجد الإنسان فرصة لهذا الأمر حرم الزينة مش بس الزينة الزينة والخلوة والتبرد والإغراء وكذا حرم الخمر لعن عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وآكل ثمنها وكل ما يساهم فيها من قريب أو بعيد حتى يقطع دابرها من الأساس فهذا يعني مما جاء به الإسلام في هذه القضية وجاءت الأحاديث تحذر من الخمر وتعتبر أن مد من الخمر إذا مات لقي الله كعابد وثن لأن هذا وثن فعلا فهو تصبح الخمر وثن عنده إله عنده مش أدر يتحرر منه فهو أشرك بالله هذه الشهوة وفأصبحت وثنه فهذا يعني ما جاء به الإسلام في هذه القضية قضية المسكرات ومثلها قضية المخدرات لأن المخدرات أيضا تغيب عقل الإنسان أيضا كما تغيبه المسكرات بسدي مع نشوة ودي مع تخدير وفتور بل حرم الإسلام كل ما يضر بالبدن كما هو شأن التدخين أن التدخين ضار ببدن الإنسان وضار بإرادته وضار بماله فمن أجل هذا حرم الإسلام كل هذه الأشياء حفظا للإنسان نحن نعرف إن من الضروريات التي جاءت بها شريعة الإسلام المحافظة على دين الإنسان وعلى نفسه وبدنه وصحته وعلى عقله وتفكيره وعلى نسله وذرياته وعلى ماله واقتصادي هذه الضروريات الخمسة التي جاء بأس هذه المسكرات والمخدرات والتدخين ضار بهذه الأمور الخمسة كلها نعم فلذلك حفظ الإسلام على الإنسان بتحريمه هذه الأشياء وقال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم وراء مكروه وراء مكروه تنتعي من خمسين ولا ستين مكروه في اليوم إذا جمعتها بعضها على بعض ألا تصبح حراما؟ ألا تشكل حراما؟ العلماء يقول لا صغيرة مع إصرار يعني الصغيرة إذا أصررت عليها ووضبت عليها انقلبت من الصغر إلى الكبر لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار فإذا وضب الإنسان على المكروه أو شك أن يكون حراما؟ جزاك الله أخير فضيلة الشيخ مشاهدين الكرام نعود ونلتقي بكم بعد موجز الأنباء من غرفة الأخبار فابقوا معنا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام نعود الحقيقة لنواصل الحديث مع فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي فضيلة الشيخ يبدو أنه حتى الآن لم تصلنا أي رسائل بخصوص الموضوع الذي طرحناه وهو الحديث عن المسكرات والتدخين لكن لدي فاكس قديم يسأل صاحبه حقيقة يقول أنه يعمل في فرنسا في مجال مش ذاكر اسمه الحقيقة التبغ وما تبغ ومن هنا ويسأل إذن كان التدخين كما يقول بعض العلماء حراما فما هو حكم الشرع في عمله هذا في مزارع التبغ في فرنسا هذا حكم زراعة التبغ والاتجار في التبغ وبيع التبغ وفيه كذا فاكس هنا يسأل عن بيع السجاير السجاير وعلى رأي المحلل العلمي نعم إذا قال الطبيب إن هذا الأمر ضار بالإنسان نعم فلا يمكن للعالم وللفقيت إلا أن يقول إنه حرام لأنه لا يمكن أن يحل للإنسان أن يتناول ما يضر نفسه لأن فكرة الإسلام إن أن الإسلام ليس ملكا الإنسان ليس ملكا نفسه أنت لم تخلق نفسك لم تهب نفسك الحياة بيسمك دربنا هو الذي وهبك عقلك هو الذي مالك هو الذي وهبك الله إياه فهذه أمانات عندك لا يدوز أن تخون هذه الأمانات أو تتصرف فيها بما لا يرضي الله تبارك وتعالى ولذلك يرى الإمام ابن حزد وهو من الظاهرية الذين يأخذون بحرفية النص يقول إن الإنسان إذا أكل ما يضره أو شرب ما يضره أو تناول ما يضره فقد ارتكب حراما لقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمة وقتل النفس قد يكون بسكينة ولا بضرب يضرب نفسه بالرصاص ولا يرمي نفسه من فوق عمارة 30 دور وقد يكون قتل بطيء انتحار ولكنه انتحار بطيء فالتدخين هذا نوع من الانتحار البطيء الضرر فيه ليس فوريا ولا دفعيا ولكنه ضرر تدريجي الإنسان يضر نفسه بالقطارة يتناول سما بطيئا فهذا يعني لا يشك إنسان فأن الإضرار حرام لا ضرر ولا ضرار ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك لا يجوز الإنسان أن يضر نفسه فكيف والتدخين فيه ضرر بالنفس وضرر بالغير لأنه ثبت الإنسان ثبت الآن أنه فيه شيء يسمونه التدخين القسري يعني انت حينما تشرب السجارة كده انت تدخن والذين حولك دخنوا قهرا قسرا عن أنفسك أصابهم من النكوتين ومن السموم ومن البلاء رغم أنوفهم فأنت بتؤذي نفسك وتؤذي الآخرين إذا كان النعم صلى الله عليه وسلم منع الإنسان أن يؤذي غيره برائحة السوم والبصل والكراز ومن أكل هذه الأشياء فلا يدخل مسجدنا فلا اعتزلنا مصلانا فلا أقربنا مساجدنا وهذه أشياء مفيدة يعني فيها فيتامينات وفيها إنما رائحة والب ودي رائحة كريهة وهو ضر بالإنسان وضر بمن يجاور الإنسان وليس ضرر بدنيا فقط ده ضرر بدني وضرر نفسي لأنه بيستعبد إرادة الإنسان الإنسان يصبح عبدا لهذه العادة إدمان هو إيه إدمان أن الإنسان يفقد إرادته ويصبح أسير لهذا الشيء إذا كان مخدرات إذا كان خمر إذا كان دخان يصبح أسيرا له فما عاد حرة الإرادة أصبح عبدا يا أخي لماذا تكون عبدا لهذا الشيء وقد خلقك الله حرا وبعدين من ناحية أخرى من ناحية المالية المال ربنا أعطاك المال وأتمنك عليه واستخلفك فيه وأنفقه مما جعلكم مستخلفي يعني أنت خليفة لله وكيل لله نائب عن الله في هذا المال أمين صندوق موظف عند ربنا في ماله المال مال الله أعتهم من مال الله الذي آتك فكيف تستنفق هذا المال فيما يضرك يعني أنت تشتري ضرر نفسك بحر مالك أفعل وهذا عاقل إن أشتري ضرري وأدفع فيه فلوس كمان وفلوس معظمها المين الشركات العالمية مارلي بورو ولا مش عارف الأشياء اللي بيعلنوا عن هدية شركات استعمارية يملكها اليهود وأتباع اليهود وعملاء اليهود تدفع لهم مليارات في السنة يعني لا تظنوا أن الأمر يعني مليارات تدفع وهناك أناس يحتاجون إلى اللقمة يعني تسد رمقه إلى الملبس يسطر عورتهم إلى مسكن يؤويهم ونحن ننفق هذه المليارات أنا يعني لا أشك في تحريم التدخين يعني أنا بقول للأخ اللي قال أنه مكروه أنه طب عملت 40 مكروه إلى 50 مكروه معهم هذا من باب التنزل وإرخاء العنان للخص إنما هو الحقيقة إنه لا يشك فقيه في عصرنا هذا أن التدخين محرم صحيح فيه بعض الناس ابتلوا بهذا الأمر مقدر ابتلاءكم وأنا أنصح الذين ابتلوا بالتدخين أن يصمموا ويعزموا على ترك هذا الأمر يعني ما لا لا يأخذوا بالتدريد ذا يحتاج إلى إرادة جازمة كما يقول الشاعر إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزمة فإن فساد الرأي أن تتردد وإن كنت ذا عزم فأنفذه عاجلا فإن فساد العزم أن يتقيد فإذا كان هذا هو حكم تناول الدخان أو التبغة أو التتن أو غير ذلك تكون زراعته حراما يكون الاتجار فيه حراما بيعه لبيع السجاير ده وعمل كشك لبيع السجاير يقول لك أعمل لك كشك يعني تستنزع فيه تبيع السجاير تبيع الأذى والضرر لعباد الله ما يجوز هذا فهذا كله مبني على التناول إذا كان تناوله محرما فلا يجوز للتجار فيه ولا بيعه ولا يجوز زراعته ولا يجوز صناعته ولا أي شيء يتعلق به وتسهيله على الناس اشتركوا في القناة